أحمد استمعنا إلى تصريحات مسؤولين عن عدم أمكانية تقديم الخدمات الطبية وصعوبة التعامل مع الأوضاع في ظل الهجمة الإسرائيلية لو تبعنا في تفاصيل الوضع لديك في رفع ظل الأوضاع الميدانية على الأقل خلال الساعة الأخيرة كانت أصوات اطلاق النار من أزوارق البحرية الإسرائيلية متواصلة ومرتفعة بعد أيضا سلسلة من الاسهدفات المدفعية المتقطعة على مدار ساعتين على الأقل بالإضافة لغارة إسرائيلية كانت قد استهدفت منزلا شرق مدينة ترفح جنوب قطع غزة في الأثناء أيضا نتحدث عن قصف مدفعي طاول المناطق الشمالية المخية من سراط وسط قطع غزة في ظل ذلك أيضا نتحدث عن استمرار لهذه العملية العسكرية التي حتى وإن تحدثنا عن بعض من ساعات الهدوء الحذر لكن على الأقل جيش الاحتلال لا زال يسيطر على معبر رفح الشريان الرئيسي لقطع غزة الذي يشكل الإمداد الوحيد للقطاع من مساعدات إنسانية أو حتى مساعدات طبية كانت تصل لبعض المستشفيات من بعض إمدادات لكن هذا الأمر توقف تماما ونحن الآن أمام الكارثة الإنسانية الصحية المستدامة إذا ما استمر هذا العدوان في ظل خروج مستشفى بيوسف النجار عن الخدمة وأيضا في ظل ضغط الشديد الذي يعيشه مستشفى الكويت التخصصي وهو مستشفى صغير لا يقوى على استقبال عدد كبير من الجرحة ولا يمتلك أقسام استقبال ولا حتى تخصصية ولا أقسام عمليات كبيرة ولا أقسام مكثفة لذلك نحن نتحدث عن أوضاع صعبة تعيشها مدينة رفح وهي التي سشد فيها 32 فلسطينيا خلال 24 ساعة الأخيرة وأكثر من 60 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين شكرا لك أحمد البطم رسل العربي كنت معنا من رفح